عايزة اروح لحضراتكو لخبر منذ قليل منذ ساعات قليلة يعني صدر من لجنة التسوية والتحكيم بشأن مسابق التسعة وتسعين مسابق التسعة وتسعين اللي احنا تكلمنا عنها هنا كتير وكتير مسابق التسعة وتسعين اللي اتلغت بسبب العشوائية والقرارات في الكرة المصرية النهاردة مركز التسوية والتحكيم يلزم الجبالاية باستكمال دوري الشباب قرر مركز التسوية كبول شكوى الاهلي وإلزام اتحاد الكرة باستكمال دوري موليد تسع وتسعين وإقامة المباراة الفاصلة بين الاهلي والزمالك لتحديد بطل الدوري كما رفضت لجنة التسوية النظر في شكوى بشأن مشاركة لعب الفريق الشباب مع الفريق الأول في مبارتين طلاع الجيش والجونة بالدوري وأقرت بعدم اختصاصها للنظر في الأمر وأن اتحاد الكرة هو المسؤول عن تنظيم المسابقة ده الخبر اللي ظهر أو صدر منذ قليل من مركز التسوية والتحكيم لكن عايز أرجع لحضراتك وراء شوية علشان اللي مش متابع موضوع مسابقة تسع وتسعين اتحاد الكرة دايما هو المنوط كما جرت العادة إنه هو بنظم مسابقات الناشئين وخاصة كمان مسابقة تسع وتسعين السنة دي المسابقة كانت من مجموعتين مجموعة على رأسها الأهلي مجموعة أخرى على رأسها الزمالك بياخدوا من هنا أول فريتين من هنا أول فريتين وبعد كده بيصفوا التصفيات النهائية صعدت الفرق بعد كده الأهلي والزمالك في المباراة النهائية في ملاعب الناشئين في مدينة نصر النادي الأهلي فاز على نادي الزمالك بعد المباراة احتفل لعبي النادي الأهلي النهاردة تساووا في عدد النقاط بعد المباراة النهائية التي أقيمت في ملاعب الناشئين في مدينة نصر لعبي النادي الأهلي احتفلوا النهاردة احتفلوا علشان المواجهات المباشرة زي أي ليحة في الدنيا وأي ليحة في العالم بتقر وزي اللايحة الموجودة بتكر أن الفريق بالمجاهة المباشرة في حالة تساوي النقاط لعب النادي الأهل احتفلوا في المباراة لعب نادي الزمالك في نفس المباراة وفي نفس الأمر وفي نفس الملعب برضو احتفلوا أنهم زيادة في عدد الأهداف احتفل الأهل واحتفل الزمالك دخل لعب نادي الزمالك غرفة الملابس بدأوا يحتفلوا بسباب وشتائم رموز ونجوم النادي الأهل كل الكلام ده تصور اتحاد الكرة شاف الكلام ده تم اقاف عدد من لعبي نادي الزمالك اللعيبة اللي توقفت احمد عيد سيف فاروق عفر عمر ياسر يحيا مفتاح سيف الدين سيد موليد تسعة وتسعين خذوا تماماتشات وغرامة مالية اتحاد الكرة كانت المباراة فيه حضاشر ابريل حضاشر ابريل النهاردة اتحاد الكرة عمل اجتماع بعد اللي شافه في الملعب قرر العقوبات على هؤلاء اللاعبين وايضا اقر يوم عشرين ابريل هتكون المباراة الفاصلة بين الاهل والزمالك اذا اتحاد الكرة اقر ان فيه مباراة هتكون فاصلة بين الاهل والزمالك بعد المباراة اللي انتهت يوم حضاشر ابريل رجع اتحاد الكرة يوم حضاشر ابريل اجل المباراة الى يوم ستة وعشرين مايو بعدها بحوالي شهر واسبوع نفس اتحاد الكرة راح المباراة للشهر البعدي وقال 26 مايو جي النادي الأهلي يوم 23 وخلي بالكم معايا في التفاصيل دي عشان دي تفاصيل مهمة جدا 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 يوم 23 مايو النادي الأهلي بعد ليه؟ اتحاد الكرة علشان يقر العقوبات اللي وقعت على لعب نادي الزمالك بالغرامة المالية وأيضا إقاف ثمن مباريات النهاردة ليحة اتحاد الكرة بتقول ليه وعايز أقف عند الله هقولها لحضراتكم عشان نفسرها مع بعض بيقول اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها لو لعب متصعد لمسابق 99 أو سنه يطبق عليه الإقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللاعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية يعني النهاردة لعيب مولي 99 في مسابقته أو لعيب متصعد صغير وطلع المسابقة دي لا يحق له اللاعب في أي مسابقة إلا يتم إقافه في هذه المسابقة النص واضح بطولات الجمهورية أو دور القطاع إلا بعد إقافه فإذا انتهت المسابقة السنية المقوف فيها اللاعب النهاردة تمام ما تشاهدت اللي توقف فيهم اللاعب النهاردة متبقي مباراة واحدة طيب إمتى يخلص المباراة بتاعته لازم النهاردة المباراة الفصلة بالأهل والزمالك اللاعيبة دول يتوقفوا فيها الأول وبعد كده يتم الإقاف فيه مباراة الفريق الأول فإنه يستكمل إقافه في المسابقة المصعد إليها اللايحة واضحة وصريحة طيب النهاردة يوم ستة وعشرين يوم ستة وعشرين اللي أقروا اتحاد الكرة التاريخ دوت اللي هتلعب فيه المباراة الفصلة ويوم تلاتة وعشرين مايو النادي الأهل يبعت لاتحاد الكرة علشان يكرر اللايحة والعقوبات اللي وقعت على اللاعبين اتحاد الكرة عمل إيه؟ إيه اللي حصل قبل كده؟ كابتن فاروق عفر كلم الوستاذ أحمد مجاهد وقاله بعت لنا جواب يكرر إن اللاعبة دي تلعب معاني ده مخالف للوائح بعت الجواب لنادي الزمالك وسيف جافر شارك في مباراة طلاع الجيش اللي فاس في نادي الزمالك ومباراة الجونة اللي تعادل فيها نادي الزمالك ولا يحقوا له المشاركة اللايحة واضحة والبند صريح طيب اتحاد الكرة لما لقى نفسه دخل في متاهة والنهاردة خالف اللوائح جاء يوم ستة وعشرين بعد محدد المباراة وكانت مقامة في السكة الحديد جاء أجل المباراة لأجل غير مسمى ده كان بند اتحاد الكرة أو القرار اللي طالع من اتحاد الكرة بعد كده اتحاد الكرة عمل ايه اعتبر ان بطولة تسعة وتسعين بطولة تنشطية طب ازاي بطولة تنشطية النهاردة انت النهاردة ما اقرتش او ما بعدتش اللندية من بداية الموسم ان البطولة اساسا بطولة تنشطية ازاي في اخر مباراة اعتبرها بطولة تنشطية ومن امتى بطولة تسعة وتسعين بطولة تنشطية وده الخبر اللي معنا اللي ظهر وقتها اتحاد الكرة اعتبرنا دوري تسعة وتسعين دورة تنشيطية وليس مسابقة رسمية النهاردة يوم ستة يوليو طب الكلام ده عشان اعتبر البطولة تنشيطية او رسمية ما الكلام ده ببتم من بداية الموسم انا ببين حضراتكو علشان تشوفوا كم المخالفات وكمل الامور يعني تدار بشكل عشوائي النهاردة لما تكرن المسابقة رسمية وبعدت الليحة والنهاردة حصل الخلاف في اخر مباراة وتيجي النهاردة تكرن المباراة الرسمية او المباراة الفاصيلة يوم عشرين ابريل وبعدها تأجلها اليوم ستة وعشرين وتيجي يوم ستة وعشرين تبعت للاندية تقول تأجيل اجل غير مسمى وبعد تأجيل اجل غير مسمى ترجع تقول ان البطولة بطولة تنشيطية اذا حضرتك كاتحاد كورة او لجنة ثلاثية انت مخالف لكل اللي حضرتك حضرتها من بداية المسابقة علشان كده ظهر النهاردة او صادر حكم التسوية والتحكيم النهاردة النهاردة ان الكارات اللي ظهرت لكن رأي النادي الاهلي بقى زي ما احنا شايفين مركز التسوية يلزم الجبلاء باستكمال دور الشباب اذا النهاردة اتحاد الكورة ملزم النهاردة ان يكون فيه بطل بطل لبطولة الشباب موليه تسعة وتسعين لازم المباراة الفاصلة تقام وزي ما قلنا لحضراتكم النادي الاهلي مفردش في حقوقه النادي الاهلي نفسه طويل جدا النادي الاهلي عنده مجموعة من المستشارين والقانونين اللي دايما ومجلس ادارة قبلهم دايما بيدور على حقوق النادي الاهلي نهاردة النادي الاهلي واللجنة القانونية والاستشارية داخل النادي الاهلي هتكتمع علشان تشوف القرارات اللي اصدرتها لجنة التسوية والتحكيم وهتدرسها كويس جدا علشان تحافظ على حقوق النادي الاهلي وهنشوف الفترة الجاية البيانات الرسمية اللي هيصدرها مجلس إدارة النادي الاهلي بشأن هذا الأمر بس عايزة تطمن حضراتكم أن النادي الاهلي ما بفرطش في حقوقه